السلام عليكم ورحمة الله كيف حالكم اصدقائي معاكم حمزة من قناة ميتزيديو اليوم ان شاء الله راح نكمل التشابتر الثاني من مادة الصيدلانيات فارماسويتكال كالكوليشن حسابات بالصيدلانيات يعني في عندنا احنا حساب جرعة حساب كمية مادة خليط او ميكسر لأي جرعة فاحنا بلزمنا نعرف هاي المهارات اللي بتخص الكالكوليشن بتخص الحسابات الداخلة لازم نعرف شو هي الواحدات اللي بنستخدمها كيف نحول ما بين الواحدات فارماسويتكال كالكوليشن فارماسويتكال كالكوليشن is the area of study that applies the basic principle of mathematics to the preparation and the efficacious use of the فارماسويتكال بربريشن طبعا الفارماسويتكال كالكوليشن حسابات الصيدلانية اللي نحنا مستخدمها هي هي تطبيق عملي للرياضيات والحسابات على التحضيرات اللي نحنا ممكن نعملها زي ما حكيت لكم انه منعمل نحنا بربريشن لأي دوز فاحنا لازم نحسب قديش عندنا كمية المواد الداخلة في هاي الجرعة ومنحسب قديش انها الاستخدام الفعال لها فعشان نحسب احنا كيف منحدد مثلا والله انه مثلا دواء معين لازم يتاخذ ثث مرات باليوم او مرتين باليوم حسب الجرعة حسب حسابات الجرعة طبعا بتختلف حسابات الجرعة بالنسبة للاطفال بالنسبة للبالغين وبالنسبة لكبار السن حسب عمر الانسان بتختلف هاي الجرعة وزي ما حكينا قابل كمان العمر بيقدي يعني له علاقة بطريقة اعطاء الدواء وبكمية الدواء طبعا الكالكوليشن اللي احنا رح ندرسين رح يحتوي على انيشيال برودكت فرموليشن اللي هي المنتج اللي اول منتج صنعنا يعني بداية تصنيع المنتج نحسب قديش هي حجم قديش كمية وقديش الدواز تابعه وبعدين هو بيحسب بنا عن طريق الادارة السريرية وعن طريق الاوتكام اللي طلع معنا نجمع هذول المعلومات لحتى نحصل على الدواز المناسبة لدواء معين او لعمر معين او لأي مرض معين نحن بنحسب الكيميكال والفيزيكال بروبرتز الخصاص الفيزيائية والكيميائية للدواء مع الاكتيف انجريديانت الو طبعا ضمن الكالكوليشن نحن ممكن نتعرف على العوامل البيولوجية للدواء خلال رحلته عن طريق الجسم مثل الابزوربشن والديسريبيوشن وميتابوليزن والإكسكريشن فمن خلال الحسابات نحن بنعرف انه مثل حدو اي الاكتيف بكمية معينة بنحسب مثل قيمة البي اتش بنحسب مثلا قديش صارница اللي عندنا قديش صار اللي عندنا أو قديش صار عندنا قديش صار عندناdaughterوبيلوبيلت وقديش صار عندنا ديقة بيو شن اللي فمن طريق هذه الكالكوليشن نحن نتعرف على البيولوجيكال بالنسبة ليدرغ اللي نحنه بنسميهي الفارماكو Cyinetic اللي هي الادمي طبعا نحن في عندنا بيانات بتكون مبنية على دراسات وعلى أبحاث عن طريق هذه البيانات اللي نحن حصلنا عليها نحن ممكن نحدد قديش هي الدوز لأي دواء معين أو قديش الكمية اللي دي نعمل منها مثلا ميكسشر طبعا بالمنتجات الصيدلانية في تطوير المنتجات الصيدلانية يستخدم الكالكوليشن أكيد طبعا بالنسبة للوصفات والرشتات يعني بيكتبهم الطبيب مثلا هاي رح تحتوي على قديش مثلا جرعة الدواء اللي نحن بدنا نعطيه أو نصفه لهذا المريض فلازم يكون في عندنا معلومات عن كمية هاي الوصفة أو الجرعة هاي قديش لازم تكون ولازم يكون في عندنا توعية للمريض أنه مثلا والله لازم يكون أنه توقض هذا الدواء مثلا بنسبة ثلاث مرات باليوم مرتين باليوم وحتى الجرعة نفسه لازم نحدده إياه أنه مثلا كل مثلا ثلاث مرات باليوم 15 ميلي جرام ولل 30 ميلي جرام أو الاخري بالنسبة للفارماكو إيكونوميكس and other areas طبعا الكالكوليشن أكيد مستخدمي ضمن الاقتصاد الصيدلي حسابات الصيدلانية الكوست والإفكتف والكل شيء يدخل في الاقتصاد الصيدلي نحن بنعمله كالكوليشن وبعض الأشياء الأخرى المرتبطة فيها بعد هيك راح ننتقل إلى ما يسمى باليونيت أوف ميجرمنت شو هي الواحدات المستخدمة ضمن القياس لحتى نحسب الكالكوليشن لازم يكون في عندنا واحدات مستخدمة في القياس بتكون عالمية بتكون موحدة مستخدمة من قبل كل الصيدلانيين وكل اللي بيشتغل في مجال الكالكوليشن سواء كان رياضي سواء كان صيدلي سواء كان دكتور أو أي أو مهندس أو إلى خريفها فنحن بنستخدم واحدات قياس معتمدة وعالمية وموحدة عندنا واحدات قياس أساسية يشتق منها بعض الواحدات الأخرى فارماسي and all other health professions utilize the international system of unit commonly referred to as the metric system طبعاً اللي الصيدلي أو أي حدا بيشتغل ضمن القطاع الصحي بدو يعمل كالكوليشن فلازم يستخدم عندنا واحدات قياس عالمية موحدة تسمى ال SI unit أو ال International System unit The base unit of the SIR الشوهن الواحدات الأساسية واللي منهم نشتق بعض الواحدات الأخرى في عندنا بالنسبة للمتر ومستخدمه لللينك للطول وفي عندنا الكيلو جرام للويت وعندنا الليتر للفوليوم The system is used to manufacture and label pharmaceutical product النظام هذا اللي إحنا استخدمنا وأوجدنا بالنسبة للواحدات هذا هو نظام عالمي وموحد استخدمنا لحتى نعمل label للمنتجات الصيدلانية write, fill and compound prescriptions and institutional medication order يعني لما نحنا بدنا نكتب وصفة أو بدنا نعبي مثلاً علب الدواء أو بدنا نعمل تحضير لأي دواء فالواحدات هاي بتفيدنا لحتى نعرف كمية هاي المادة مثلاً medication order بعض الوصفات الطبية طبعاً dose patients طبعاً الجرعة اللي نحنا بدنا نعطيه للمريض أنه والله بنحكي للمريض خذ مثلاً ثلاث حبات يومياً أو مثلاً حبتين يومياً فهذا الشيء لازم يكون موحد ولازم يكون مكتوب ضمن الوصفة express clinical laboratory test result طبعاً إذا بدنا نعبر عن التحاليل المخبرية فلازم يكون في عندنا calculation ولازم يكون في عندنا واحدات مستخدم فيها المليجرام المليليتر الليتر الاخري and communicate both verbally and throat scientific and professional literature طبعاً لازم يكون في عندنا استخدام هاي الواحدات لما يكون في عندنا تواصل ما بين الأطباء بشكل عام أو بين المهنيين أو بين الأطباء أو العلماء هاي عندنا الاشتقاقات البريفيكس اللي ممكن إحنا نشتقها من الواحدات الثابتة أو الواحدات العالمية الSI unit في عندنا الاتو الفيمتو بيكو نانو مايكرو ميلي سانتي والديسي هاي بالنسبة للسبديفجين اللي هي بتكون أقل من الواحد أو يعني بتكون قليلة جداً هاي الواحدات أما الواحدات اللي بتتزايد أو منعبر عنها بشكل متزايد اللي هي بتبلش عندنا من الديكا الهيكتو كيلو ماريا بعدين الميجا بعدين الجيجا تيرا بيتا إغزا فإحنا لازم نحفظ كل واحدة ماذا تشتاق عنها مثلاً عندنا المتر إذا بدنا نحكي مثلاً ميلي متر فهي 10.2-3 من المتر فلازم نحفظ الاسم ونحفظ شو هي الواحد اللي بتعبر عنها أظن هاي أمور سهلة فزي ما منعرف إحنا وشي بسيط أنه عندنا الكيلو ميتر هو عبارة عن ألف ميتر لأنه الكيلو هي 10.3 إذا منرجع للجدول إلى هاي الكيلو منلاحظ أنه هي 10.3 فهي ألف ميتر في عندنا الهيكتو اللي هي 100 متر لأنه الهيكتو تساوي 10.2 وهي الاختصالات كلها أظن سهلة هاي الساب ديفيجين اللي هي الدي سي ميتر فهي 0.1 لأنها 10.1 من المتر وإلى آخري هاي شغلات سهلة وبسيطة نفس الشي بالنسبة للجرام ممكن نشتق منه باقي البريفيكس طبعا واللتر نفس الشي فهي الواحدات أساسية هي اللتر والجرام والمتر طبعا لحنا لما بدنا نحول من سي يونيت من قيمة عالمية إلى قيمة أصغر منها مثلا عندنا من الجرام إلى الديسي جرام فالديسي هي 10.1 بس بيكفي أن نحن نزيح الفاصلة فاصلة إلى يعني نزيح الفاصلة نزيح الفاصلة نزيح الفاصلة مرتبة إلى اليمين زي ما ما نشوفون عندنا خمسة فاصلة خمسة 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 بتصير خمسة وخمسين بعدين مرة ثانية للاس سانتي من نزيح كمان مرتبة بتصير 5.550 ولل ميلي بتصير 5.555 يعني القيمة بتكبر كل ما اتجهنا نحو قيمة نحو واحدة أقل وعلى العكس تماما لما ننتقل إلى قيمة أكبر راح نزيحها نحو اليمين فالقيمة بتصغر والواحدة بتكبر هاي تمارين سهلة وشغلات بسيطة انه تحويل من الكيلوغرام للغرام من قداش منزيح الفاصلة شغلات بسيطة